لا خوف على مصر بينما يواجه العالم أزمة معلومتية كادت تطيح ببنية العالم التحتية وتحدث شللاً في الاتصالات تخرج مصر بمنتهى الهدوء لتطمئن أبناءها نحن بخير ففي الوقت الذي شهد فيه العالم حالة من الارتباك أصابت مطارات وبورصات وخطوط سكك حديدية في أوروبا وبعض الدول العربية كانت مصر في أمان بعيداً عن كل تلك الفوضى العارمة وهو ما أكده مصدر حكومي مطلع حيث قال إن منظومة الطيران المدني بمصر آمنة تماماً ولم تتأثر بالموقف الحالي وإن الأزمة العالمية لا تزال موضع بحث في العالم كله مؤكداً أنه يتم متابعة الأمر حيث إن القطاعات الحيوية في مصر لم تتأثر بذلك الانقطاع التقني وهو ما يذكرنا بالرسالة الواضحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كشف خلال مشاركته في جلسة عن الرقمنة والتحول الرقمي بالمؤتمر الوطني للشباب عن أن عقل مصر الذي يضم جميع قواعد البيانات الخاصة بالدولة المصرية والخوادم الإلكترونية الخاصة بالوزرات والهيئات والخدمات التي تقدمها الحكومة محفوظ في مكان آمن وسري تحت الأرض وبعمق 14 متراً وهذه رسالة من مصر لأبنائها أننا لا نحافظ على الأمن القومي من الإرهاب فحسب بل من الهجمات السيبرانية وكل خطر قد يحيط بالوطن من أي اتجاه